بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز الشهداء فجعلهم عنده أحياء يرزقون والصلاة والسلام على سيد الشهداء وإمام الأتقياء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا شهيدنا الغالي الشهيد عبد الكريم فخراوي يوجد أكثر من داعي لتخليد ذكرى هذا الرجل الشهادة أحد هذه الدواعي وسوف أتناول داعٍ آخر من دواعي لزوم الاحتفاء والاحتمام بشخصيات الشهيد فخراوي ولعلها هي السبب وراء إكرام الله تبارك وتعالى له بالشهادة فإن الشهادة وسام وشرف من الله تبارك وتعالى يصطفي له من يشاء من عباده ولا بد أن تكون هناك أرضية وقابلية ومبادرة من العبد حتى يختاره الله تبارك وتعالى لهذا المقام أنا سوف أشير إلى موجب على الظاهر والله العالم من موجبات اصطفاء الإنسان إلى الشهادة والتي توفر في شهيدنا الغالي فخراوي رضوان الله عليه هذه الصفة عبارة عن موازنة الشهيد فخراوي في حياته الدنيا بين الدنيا والآخرة نحن نعلم بأن الشهيد فخراوي فتح الله تبارك وتعالى عليه أسباب الدنيا ولكنه لم يختر بالدنيا لم تأخذه الدنيا فجعل له منهاجا في حياته صار عليه هذا المنهاج يتمثل في قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وهذا ما يجعل هذه الشخصية قدوة بأمثاله من التجار ومن من فتح الله عليهم أسباب الدنيا تعلمون إخواني الأعزاء بأن الغنى موجب للبطر والطغيان هذا بحسب طبع الإنسان وقد وصف خالق الإنسان ذلك الوصف بالنسبة إلى الأغنياء قال الله تعالى إن الإنسان ليطغاه أرآه استغناه ولكن هذا من؟ هذا الإنسان الذي لم يرب نفسه لم يزك نفسه أما الإنسان الذي التفت إلى المواهب الحقيقية التي أودعها الله تبارك وتعالى في نفس الإنسان وحاول أن يستثمرها الاستثمار الصحيح فإنه لا يطغى ولا يبطر ويحاول أن يوازن بين ما أعطاه الله تبارك وتعالى من خير ومراعاة المرحلة التي سوف ينتقل إليها بعد الموت وتعلمون أن كل إنسان سوف يصل إلى هذه المرحلة وكل إنسان سوف ينتقل من هذا الوجود الوجود الصوري الوجود الممر الوجود الذي يمثل مزرعة لحياة أخرى كما ورد في الحاديث الشريفة الدنيا مزرعة الآخرة والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر على الإنسان أن لا يغتر بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من مال وجاه وعليه دائما أن يكون متصلا بالخط الذي يحقق له النجاة في الآخرة السعادة في الآخرة والكرامة في الدنيا أنا أعتقد بأن شهيدنا الغالي أتقن التعامل مع هذه المفردة وتمكن من الموازنة بين ما حباه الله تبارك وتعالى من نعم وتوفيق ونجاح في حياته الدنيا وبين ما كلفه الله تبارك وتعالى من تكاليف هي وراء سعادة الإنسان في الآخرة لو أتقن الإنسان التعامل الصحيح معه أنا أحتفظ ببعض الشواهد على ما أدعي يعني ليس عندي اطلاع تام على حياة الشهيد ولكن لكون الشهيد هو منفتح على الناس أحتفظ ببعض الشواهد وببعض المواقف التي ممكن أن أدلل على أن شهيدنا الغالي هو مثال لمن تعامل التعامل الصحيح مع هذا المنهج المذكور في قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا سوف أذكر ثلاثة شواهد ثلاثة مواقف الموقف الأول علاقته مع الله تبارك وتعالى الموقف الثاني علاقته مع العلماء الربانيين علماء الدين الموقف الثالث علاقته مع عمل الخير أما بالنسبة للموقف الأول علاقته مع الله وهذا باب واسع سوف أختار مفردة من هذا الباب تتمثل في التزامه بالحج سنة 2003 كان معنا في حملة واحدة حملة الصير فيه كان معنا في الحج وأنا عرفته من قرب بالنسبة إلى رحلة الحج ورأيته في غير هذه السنة في الحج لكن في حملات أخرى وأظنه مدمن حج يعني أنا أكثر من سنة أشوفه في الحج مهتم بالذهاب إلى الحج سنويا لا أدري هذه المعلومة دقيقة أو ليست دقيقة أنه مدمن حج إنسان فتح الله تبارك وتعالى عليه الدنيا ومع هذا إذا جاء موسم هذه العبادة في أجواء غير مريحة في مكة المكرمة هناك كما وصفها أمير المؤمنين عليه السلام عندما وصف الموقع الجغرافي للكعبة المشرفة وأجواء الحج فيه بين جبال دمثة بين جبال خشنة ورمال دمثة لا يزكو فيها خف ولا حافر ولا ظلف يعني مكان الحياة لا تكون فيه مريحة فإذا أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان الخير طبيعي أنه لا يختار هذه الأماكن ويذهب إليها كما هو الحال بالنسبة لكثير من أبناء الدنيا الذين يسوفون هذه الفريضة ويقضون فترة الموسم في أماكن سياحية بعيدة عن الله تبارك وتعالى شهيدنا الغالي لم يكتفي بأداء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه من الحج الذي يمثل الذي هو عبارة عن مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة كان مواضبا على هذه العبادة وقد أثرت عليه هذه العبادة وهذا الاتصال الروحاني بالله تبارك وتعالى أيما تأثير يتجرد من كل الدنيا ويواجه الله تبارك وتعالى بثوبين أبيضين تماما كالميت عندما يوضع في ملحورة قبره ويذهب ملبيا الله تبارك وتعالى ملبيا نداء الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام شهيدنا فخراوي عندما يقترب موسم الحج تراه يعد نفسه للحج يفرغ نفسه إني ضاهب إلى ربي سيهدين أعمال أشغاله كثير من الأشخاص هم يعتذرون عن الذهاب إلى مثل الحج أو غير من الأعمال العبادية بكثرة الأعمال عندهم أظن بأن شهيدنا الغالي كان يعد المقدمات حتى لا يشغله شيئا عن هذه العبادة وبعبارة أخرى إذا شغله شاغل يقول عندي شغل هذا الشغل يتمثل في أي شيء يتمثل في الحج فيذهب ملبيا لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك وهذا الموقف الله تبارك وتعالى يعوض صاحبه منه أي ما تعويض إذا كان الإنسان مخلصا صادقا ترك الدنيا وقصد الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعوضه أذكر موقف آخر يتمثل في علاقته بالعلماء معروف الشهيد رقف خراوي ممن يحترم العلماء ويجلهم ويقدرهم ولا يمنعه وجاهته وغناه عن العلماء غناه المادي عن العلماء من تبجيلهم وتعظيمهم ونحن لمسنا منه هذا الشيء ونحن الطلبة لمسنا منه هذا الشيء فكيف بكبار العلماء حدود سنة 2008-2009 أيام المجلس الإسلامي العلماء جاء عنده ضيف سماحة آية الله الشيخ الأراكي وعنده علاقة خاصة به والمجلس كان يهتم بضيوف البحرين من العلماء إذا جاءوا من الخارج العلماء الربانيين العلماء المحترمين يهتم بهم ويخصص لهم زيارة خاصة نحن سألنا عن مكان إقامة الشيخ الأراكي قالوا يقيم عند الحاج فخراوي رتبنا موعد لأجل الزيارة في بيته في منزله وفعلاً ذهبنا هناك وفد من مجموعة من العلماء وطلاب العلم طرقنا الباب دخلنا استقبلنا الشهيد وحاله كأنما هو خادم في البيت رحب بنا جلسنا انتظرنا إلى أن جاء سماحة الشيخ الذي لا يعرف من هو صاحب البيت يقول بأن سماحة الشيخ هو صاحب البيت والشهيد فخراوي خادم في البيت وعمله هذا يذكرنا بقول الشاعر يا ضيفنا أنا أقول يا شيخنا إن جئتنا لوجدتنا نحن الطيوف وأنت رب منزلي جلسنا مع سماحة الشيخ وكان مبجلاً ومعظماً في بيت الشهيد فخراوي معروف الشهيد بهذه الصفة احترامة للعلماء تبجيلة للعلماء وهذه صفة كريمة لا تنزل من قدر الإنسان بل العكس هو الصحيح الإنسان إذا احترم العلماء لعلمهم لتقواهم الله تبارك وتعالى يجله ويجعل له مقام في نفوس الناس إن الذين اتقوا سيجعل لهم الرحمن ووده مضمون الآية المباركة أذكر موقفاً وشاهداً ثالث يتعلق بارتباط شهيدنا فخراوي بعمل الخير في سنة 2008 المجلس الإسلامي العلماء أطلق شعاره السنوي ذاك العام وكان التزويج من الشعار إلى التفعيل فأراد أن يحرك الزواج ولكن بشكل صحيح وبشكل منتج ومشكل لبيوت زوجية قوية قوية وصامدة لا كما نرى كثير من هذه البيوتات تتهدم بمجرد أن يبدأ الزوجان في بنائها فيحصل الطلاق فتحرك على خدمتين للمقبلين على الزواج الخدمة الأولى خدمة الأرشاد الأسري بحيث أن البيت الزوجي يكون مبتن على وعي بالحياة الزوجية ومحاط بثقافة وسياج يمنع من تصدعه أو عروض عليه ما يوجب التأثير عليه والتقليل من السعادة الزوجية هذا مستوى من الخدمات المستوى الثاني كانت المساعدة المادية وأعلن عن هذا المشروع وفي فترة زمنية قصيرة جدا توافد على المجلس مئات الشباب من المقبلين على الزفاف ومن المقبلين على العقد حدود ألف شخص تقريبا تم تسجيلهم في الفترة المحددة لعلوه ثلاثة أيام ألف شخص وبعد إغلاق التسجيل أيضا جاء عدد كبير جدا لكن ما كانت فرصة متاحة لاستقبال أحد بانتهاء موعد الاستقبال الاستقبال الطلبات بس عدد بهذا المستوى ألف شخص يعني تقريبا معدل مساعدة كل شخص حدود ألف دينار أقل قليل بعضهم يحتاجون أكثر لوضعهم الماد الضعيف فيحتاج إلى مبلغ جدا كبير في الحقيقة عرضت علينا بعض الجهات تغطية حاجة المشروع ولكنها كانت جهة تعطي وتأخذ فرفضت فرفض الاستجابة إلى هذا الطلب إلى هذا العرض إلى هذا العرض واعتمدنا على الأساليب التقليدية في جمع المساعدات والتبرعات إلى إنجاح هذا المشروع ومن جملة الجهات المتبرعة هم المؤمنين هم المؤمنون من المقتدرين وميسور الحال ومن التجار كانت وجهت لهم رسائل ومن جملة الأشخاص الذين وجهت له رسالة بهذا الصدد هو شهيدنا فخراوين ومجموعة من أيضا التجار وميسور الحال وفعلا تمكن المشروع من توفير قدر جدا كبير من الجانب المادي إلى المقبلين على الزواج كانت مساعدة شهيدنا فخراوي مساعدة سخية في هذا الجانب وفي هذا المجال لم يقصر بادر مبادرة سريعة وبمبلغ سخي أنا لم أكن مطلع على مساهماته في هذا الجانب ولكن من خلال هذه المبادرة وهذا العطاء السخي عرفت بأن شهيدنا شهيد فخراوي ممن يهتم بهذا الجانب المقدم جزاه الله خير أيضا أشار إلى هذه النقطة ولعله أيضا مطلع على أن الشهيد فخراوي مهتم بهذا الجانب وهذا الجانب من الجوانب المهمة جدا في حياة الإنسان وهو فرصة بين يدي الإنسان الإنسان إذا كان مقتدرا عليه أن يعمر آخرته من خلال الإنفاق في سبيل الله تعالى حتى أن الآية في سورة المنافقون تشير إلى أن الإنسان إذا انتهت فترة حياته من هذه الدنيا وانتقل إلى الله وقد قصر في هذا الجانب يتمنى أن الله تبارك وتعالى يرجعه إلى الحياة الدنيا حتى ينفق في سبيل الله لماذا بعد الموت لماذا لم يكن هذا قبل الموت لأن الإنسان إذا لم يكن بصيرا في حياته إذا لم يكن عارفا بمواقع مصلحته التي يعمر من خلالها الآخرة سوف يطلع على هذا الواقع بعد الموت وكشفنا عنك مضمون الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكن ما ينفع بعد الموت الآية الكريمة من سورة المنافقون تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو لا أخرتنا إلى أجل قريب مضمون الآية الكريمة فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسه لا بداية الآية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم مؤصلي مؤصوم فأصدق وأكم من الصالحين وليواخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إذن شهيدنا السعيد الشهيد فخراوي كان واعياً لدنياه وواعياً لآخرته وقد تاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة رابحة من يُخرِض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمفل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كان واعياً لوظيفته في الدنيا وهذا شرف الإنسان في الحقيقة أن يستفيد من الفرصة في وقت الفرصة لا بعد ذهابها بسم الله الرحمن الرحيم أختم بهذه الآية المباركة التي تنطبق على شهيدنا فخراوي أيضاً وممن اهتم بهذه الجوانب بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا حسب طبع الإنسان الهلوع هو الحريص على الدنيا إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا إذا مسه الشر جزوعًا ينهار وإذا مسه الخير منوعًا من طبع الإنسان إذا أخطاه الله تبارك وتعالى الخير منع غيره من هذا الخير وحبسه عنده وخزنه عنده ولم ينفقه في سبيل الله ولكن يستثنى من هذا الواقع مجموعة من الناس يتصفون بثمان صفات تذكرهم الآية الكريمة وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون هذا الصفة الأولى في التزام بالصلاة التزام بهذه الفرضة التي تمثل عمود الدين والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ للسائل والمحروم السائل هو الذي يسأل الناس يستعطيه المحروم هو الفقير الذي لا يسأل الناس ولهذا يكون محرومًا لأن الناس تعودوا إذا كان الإنسان الفقير يمود يده لا يعطونه هذه المشكلة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ولكن فاعل الخير هو يبحث عن المحتاج حتى إذا كان مامد إيدا والمسؤولية موجودة في المجتمع إخواني ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانًا وجاره جائع مسؤولية عليك أن تسأل هذه الصفة الثانية والذين يصدقون بيوم الدين يوم القيامة ولهذا يعمل لآخرة ومن أيقن بالخلف يقول أمير الممي عليه السلام من أيقن بالخلف جاد بالعطية صفة الرابعة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون ولهذا يعمل عمل الذي يوجب نجاتهم من العذاب إن عذاب ربهم غير مأمون الصفة الخامسة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الصفة السادسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الصفة السابعة والذين بشهاداتهم قائمون الصفة الثامنة والذين هم على صلاتهم يحافظون كانت الصفة الأولى الديمومة على الصلاة والصفة الأخيرة هي المحافظة على الصلاة بأوقاتها بأدائها بخشوع وخضوع ما نتيجة كل هذه الصفات إذا التزم بها الإنسان أولئك في جنات مكرمون هذا نتفأل بأن شهيدنا فخرا والصفة الأخيرة مكرمون هو مكرم إن شاء الله كريم وعبد الكريم ومكرم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته في جنانه وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يحشره مع محمد وآل محمد ونقرأ لروحه سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنامت عليهم بير المعظوم عليهم والبطال وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد وآل محمد